ما حدث في الكرة المصرية دلوقتي هي المشاركة الافريقية بالنسبة لفريسي الكرة المصرية والعربية والافريقية الاهلي والزمالك في نصف نهائي دوري ابطال الافريقيا ونصف نهائي كونفدرالي الافريقية الاهلي ان شاء الله يلعب يوم السبت اللي جاي يوم 20 ابريل امام مازينبي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الكنغو والزمالك يلعب الساعة 6 يوم الحد اللي جاي 21 ابريل على استاد القاهرة الدوري الخبر المفرح الاول اللي هنتكلم فيه قبل ما نقول لحضراتكو على التفاصيل الخاصة ببعثة دريمز اللي جاي لعب نادي الزمالك وكمان باللي بيحصل مع بعثة نادي الاهلي في الكونغو لان فيه مفاجآت وفيه شوية كواليس مهمة جدا لازم نترحها الخبر المفرح بالنسبة لنا ان الجهات الامنية مشكورة وفقت على حضور خمسين الف متفرج في لقاءات الاهلي والزمالك الاهلي امام مازينبي والزمالك امام دريمز هيبقى البداية الزمالك مع دريمز يوم حد الساعة 6 والاهلي ان شاء الله لما يرجع يوم 26 ابريل لقاء العودة ان شاء الله ان شاء الله امام مازينبي دي التفاصيل المفرحة الجميلة التفاصيل بقى اللي تدايقنا وتزعلنا شوية فيما يخص الاهلي ان فيه بعض المضايقات اللي بالمناسبة كانت حصلت قبل كده مع بيرامدز لما لعب مازينبي فيه الادوار السابقة في المجموعات فيه دوري ابطال افريقيا واللي على اثرها تعرض بيرامدز الهزيمة طبعا ما هياش دي السبب الاول والاساسي والرئيسي في ان انت تهزم او تخسر في هذا اللقاء فانيا اندخل ارض الملعب ولكن بالتأكيد المضايقات دي لها تأثير كبير جدا سلبي على اداء فريق النادي الاهلي او على اداء اي فريق خاصة كمان ان انت بتلعب الساعة 3 على ملعب نجيل صناعي فتفاصيل كتيرة من شأنها ان انت تحط الفريق الضيف فيه اصعب واسوأ اوضاع ممكنة تخليه ما يقدرش يطلع احسن نتيجة عنده ولكن ان شاء الله رجال النادي الاهلي يعودوا بنتيجة ايجابية رايحهم في لقاء العودة ده بالنسبة لبعث النادي الاهلي المفاجأة بقى اللي عندنا بالنسبة لبعث الدريمز الغاني اللي جاي اللي عندنادي الزمالك هو طيارته ما هتوصل النهاردة الساعة ايه واحدة صباحا اللي هو كام اللي هو هيبقى يوم 19 ابريل اللي هو صباح او فجر الجمعة والمطش المفروض يوم الحد بعث الدريمز الغاني ما عملتش التأشيرات بتاعتها ولا التصريح الامنية كانوا متخيلين ان هم هيحصلوا على او هيدخلوا مصر وياخدوا التأشيرات وهم ايه وصلين اه هم موجودين هنا ما اصدروش التأشيرات وهم موجودين في غان حصل بقى مشاورات ومداولات واتصالات مع اتحاد الكورا اللي بيحاول يساعد مع مسؤولين دي الزمالك اللي بيحاولوا يساعد ولكن القصة فيها شوية لعبكة وعبال ما يوصلوا يتم اصدار التصريح الامنية ويتم اصدار التأشيرات فده هياخد وقت ما هواش قليل وبالتالي مش هيقدروا ينتقلوا الى فندق الاقامة مباشرة هفضلوا قاعدين في المطار لحين استخراج وانهاء التأشيرات الخاصة بدخولهم جمهورية مصر العربية دي كل التفاصيل التي تخص لقائي الاهلي والزمالك سواء مع مازينبي بالنسبة للاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا او الزمالك امام دريمز في نصف نهائي كونفدرالية الافريقية